تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم تطبيق جديد يتنبأ بالزلازل تعاون باحثون أمريكيون على تطوير تطبيق جديد بإمكانه التنبؤ بالزلازل وقال مطورو تطبيق مايشيك أن التطبيق يعمل على جمع وتحليل البيانات من خلال المستشعرات المتقدمة الخاصة بالهواتف وإرسالها إلى الخوادم الرئيسية لمختبر العلوم للزلازل نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية تلفاز عصري غير مرئي من سامسونج جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة سامسونج إطلاق مبيعات تلفازها الجديد الشهر المقبل إذ يتميز بإطار خشبي ليبدو وكأنه صورة معلقة على الحائط مضيفا لمسة فنية رائعة على المنزل العصري ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين اخترنا لكم لينوفو تسعى لتطوير لابتوب قبل لطي بشاشة مرنة كشفت شركة لينوفو عن صورة لجهاز لابتوب جديد قبل لطي يمتلك شاشة مرنة خاصة وأن لينوفو على ما يبدو تخطط لإحداث ثورة في عالم صناعة أجهزة لابتوب بين المستخدمين ومن الغد الأردنية مشاهدين نقرأ الهواتف الذكية أذرع التحكم في بلاي ستيشن فور أعلن الشركة سوني أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية يمكن أن تصبح بمثابة أذرع التحكم في جهاز الألعاب بلاي ستيشن فور إذ يشترط لذلك أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق والتحكم في لعبة من سلسلة ألعاب سوني بلاي لينك الجديدة وتحمل أول لعبة من هذه السلسلة اسم That's You وختاما مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم ولينكولين تكشف رسميا عن النسخة الأكبر حجما من نافيغيتر كشفت لينكولين أخيرا عن النسخة الأكبر حجما من سياراتها نافيغيتر لفئة الرياضية للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم وذلك كطراز مخصص للعام 2018 يبعد الأول من نوعها الذي يحمل الرمز L اشتركوا في القناة